هذه الأيام الستة من شوال هل نصومها متتابعة أم متفرقة وأيهما أفضل؟ هل نبدأ بعد رمضان بصيام هذه الأيام الستة من شوال؟ أم أننا نقضي ما فاتنا أولا؟ وهل نصوم هذه الأيام الستة بعد رمضان مباشرة؟ أم يمكن صيامها في أي وقت من شهر شوال؟ وهل يجوز صيام يوم الجمعة أو السبت؟ كل هذا سنتعرف عليه اليوم بإذن الله تبارك وتعالى حتى يتبين لهم أنه الحق كلنا نعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كان كصوم الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فمن صام ثلاثين يوم رمضان ثم ستة أيام يعني ستة وثلاثين يوم ضرب عشر ثلاثمائة وستون يوما كصيام سنة يعني تصوم هذه الأيام الستة بالإضافة لرمضان فيكون ذلك كصيام سنة كاملة فإذا كررت هذا كل سنة فكأنما صمت عمرك كله هذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله رحمة للعالمين ولكن هنا يوجد بعض التساؤلات الحقيقة نبدأ بها واحدة واحدة هل صيام هذه الأيام متتابعة أم متفرقة أفضل؟ انظر أخي الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد لنا طريقة الصيام لم يفصل لنا ذلك ولكن من الناحية العلمية يفضل أن يعني تبدأ من يعني أول يوم العيد لا يجوز الصيام يوم العيد لا يجوز الصيام بعد العيد تستطيع أن تصوم ستة أيام علميا هذا أفضل من الناحية العلمية لأن جسدك لمدة ثلاثين يوم تكون قد عملت له الصيانة ممتازة جدا فهذه الستة أيام تعتبر دعم لهذا الجسد وهناك جامعة اسمها ألباما قامت بدراسة وأثبتت أن الصيام خمسة أسابيع يعني ما يقارب خمسة وثلاثين يوم متتابعة أدت إلى تحسين الكثير من الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكر والكلسترول وكانت مفيدة جدا للنظام المناعي ومفيدة جدا للدماغ ومفيدة لإطالة العمر طبعا الأمار بيد الله ولكن نحن نتحدث عن أسباب فإذن الأفضل أن تكون متابعة ولكن الإنسان له ظروف والإنسان أحيانا يعني وهي سنة على فكرة يعني أنت إذا لم تصم هذه الأيام الستة ليس عليك شيء ولكن النبي يدلك على أمر فيه خير لجسدك وصحتك وعافيتك وفيه خير عظيم للآخرة لأن كل يوم تصومه أخي الحبيب يباعد وجهك عن النار سبعين سنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذن اختر أنت الأوقات المناسبة وصومها ممكن واحد يصوم اثنين وخميس ثلاثة أسابيع هذا صيام ستة أيام لا بأس كل واحد يقدر ظروفه هي نوافل هذه الأيام الستة هي صيام نافلة نافلة فهذا الصيام أخي الحبيب علميا أن تصوم متتابع وحتى النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال يعني فيه دلالة على التتابع وفيه دلالة على سرعة الخير لأنك لا تدري قد لا تعيش فإنوي منذ هذه اللحظة أن تصوم هذه الأيام الستة لا تترك نفسك بدون نية صادقة مع الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فأن تنوي أن تصوم هذه الأيام حتى لو لم يتيسر لك صيام هذه الأيام بسبب مرض أو سبب آخر خارج عن إرادتك ثق تماما أنك ستأخذ أجر هذه الأيام إن شاء الله إنما الأعمال بالنيات طيب إنسان اضطر لسفر شاق أو مرض فاضطر أن يفتر أو امرأة لها عذر شرعي فأفترت أيام محددة من رمضان هل تبدأ بقضاء هذه الأيام أم بالصيام النافلة طبعا دائما قاعدة عامة أعطيك أخي الحبيب يعني أنت أفتي نفسك قاعدة عامة الفريضة أولا هذه قاعدة عامة لأن الفريضة هي التي تحاسب على تركها بينما الفريضة هي التي تحاسب على تركها بينما السنن أنت تثاب وتأخذ الأجر من الله عليها ولكن لا تحاسب على تركها إلا إذا تركتها جاحدا لها هناك من الناس من لا يعترف بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا يخشى عليه الأفضل أن تصوم هذه الأيام بعد قضاء ما عليك من أيام فاتتك طيب الآن ماذا عن صيام يوم الجمعة طبعا في رمضان أنت تصوم شهر كامل جمعة سبت كل الأيام ولكن عندما تنوي الصيام يوم الجمعة ما حكم ذلك وماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث يعني عن سيدنا أبي هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده لماذا هذا النهي لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يفرح المؤمنين يوم الجمعة يوم الجمعة هو يوم عيد يوم فرح نحن في الإسلام ديننا دين فرح دين محب للحياة محب للعمل محب للسعادة ليس مثل الملحدين لا دين عملي فبعض الناس قد ينوي صيام الدهر يقول أنا لا أفطر أبدا هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم طيب يوم الجمعة أحيانا يأتي ضمن أيام البيض الثلاثة أو يأتي ضمن مثلا نذر معين تنذره إلا أن تصوم مثلا أيام معينة المهم والله أعلم النهي هنا جاء لصيام لتخصيص يوم الجمعة بالصيام يعني أنت كل الأسبوع لا تصوم وتقول أنا نويت أن أصوم فقط يوم الجمعة هذا هو النهي أما إذا كان يوم قبله أو يوم بعده حتى هناك نهي عن صيام يوم السبت عليه الصلاة والسلام أيضا نهى عن صيام يوم السبت ويقول إن لم يجد أحدكم إلا عودا أخضر فليفتر عليه يعني عود شجرة يعني معنى هذا الحديث أخي الحبيب أنك أنت تأتي خلال كل أيام الأسبوع تترك الإثنين والخميس وتترك بقية الأيام ثم تقول أنا سأصوم يوم الجمعة أو أنا سأصوم يوم السبت فقط هذا الأمر منهي عنه لأنه بدعة في الدين والنبي لم يفعله وكل بدعة ضلالة كما تعلمون جميعا فإذن عندما يكون صيامك متتابعا ستة أيام البيض في شهر شوال أو ثلاثة أيام من كل شهر أو قضاء تقديم عليك عليك مثلا خمسة أيام قضاء وتصادف أن جاء الجمعة وسبت واحد واثنين وهكذا هذه الأمور يقبلها الله إن شاء الله أما النهي فقط لنفهم يعني أن تخصص يوم الجمعة بالصيام أن سائر على بقية الأيام أن تخصص يوم السبت نقول أنا سأصوم يوم السبت مثلا تحدد يعني مدامة القضية ليس فيها تحديد فالأمر فيه ساعة إن شاء الله طيب بالنسبة لي طريقة الصيام في شهر شوال أخي الحبيب كيف تكون الحقيقة هناك من الناس من يصوم صوماً ميكانيكياً يمنع نفسه عن الطعام والشرب ويستمر في غضبه يستمر في إذائه للناس يستمر في أكله الرباء أو أموال الناس بالباطل يستمر في النميمة يستمر في ظلم الناس والله هذا الصيام ليس له قيمة عند الله الله أغنى الأغنياء عن الشرك أنت تصوم وكأنك تشرك أحداً مع الله غيره لأن الله حذرنا من خطورة الكذب قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الكذب أخي الحبيب يجعل وجهك مسوداً يوم القيامة ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثول المتكبرين اعتبر أن الكذب نوع من أنواع التكبر والعياذ بالله هل تحب أن يكون وجهك أسوداً والعياذ بالله كلنا لا يتمنى ذلك فتخيل معي أن إنسان صائم وفي تجارته يكذب على الناس يوهمهم أن هذه السلعة ليس فيها هذا العيب وهو يعلم أنه فيها عيب فيخفي عيوب السلع ليأخذ المزيد من المال هذا نوع من أنواع الربة أنت تخدع الناس إنسان يحتكر بعض السلع ويخفيها عن الناس ليرفع ثمنها ويستغل حاجة الضعيف هل هذا مقبول صيامه عند الله سبحانه وتعالى طيب إنسان أنا لماذا أقول ذلك لأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة إنسان يقرأ القرآن هل تريد أكثر من ذلك إنسان يقرأ القرآن ويعلم القرآن فيقال له كذبت يوم القيامة تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال وقد قيل فيلقى به في نار جهنم فلا تستغرب أخي الحبيب أن أن نار جهنم الفئة الأسوأ فيها هم من كان يصلي ويصوم ظاهريا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني تحت الملحدين تحت الكافرين في الدرك الأسفل من النار فلذلك القضية خطيرة جدا يعني ليس كل واحد يقول أنا أصلي وأصوم وأصبحت من أهل الجنة لا الصلاة والصوم هي عبادات هدفها أن ترتقي بنفسك هدفها أن تكف أذاك عن الناس هدفها أن تصبح صادقا مع الناس هدف الصلاة أن تمنعك من الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما الفائدة من إنسان يصلي ثم يذهب لمشاهدة أفلام إباحية مثلا ثم يصلي ويكذب على الناس يصلي ويكسب الحرام يصلي وينظر إلى ما حرم الله طب أنت أنت صلاتك هكذا دمرتها دمرت حسناتك بهذا السلوك لذلك هنا أيها الأحبة لابد أثناء الصيام أن تراعي ما أمرك الله به الصدق أولا حب الخير للناس لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هو جزء من الإيمان محبة الخير للناس هو جزء من إيمانك أخي الحبيب لذلك نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق محبة الخير للناس